أياكم الله إلى أي حد الإيجابية مطلوبة خاصة حينما نرى تجاوزاً أو خطأاً أو حدث وفي أزمة كورونا حيث يتسبب التساهل والتغاضي هنا بعواقب لا تحمد عقبها تعود على المجتمع سلباً الحديث حول هذا الموضوع رحب معنا بالمحامية لستاذة نيفين معرفي حياتش الله أستاذ أهلا وسهلاً فيكم أعطيكم ألف عافية قواكم الله حياتش الله يعني إحنا اليوم محتاجنا نسلط الضوء أيضاً على الجانب القانوني يمكن طول الفترة اللي طافت ساذة نيفين حياتنا نتكلم بالجانب الطبي ويعطيهم العافية أكيد ديكاترتنا ومرضينا لكن الجانب القانوني أيضاً مهمة الآن في هذه الفترة بذلك قبل أن ندش على موضوع كورونا وفيروس كورونا يبعد شرعنا لازم نتكلم عن جزئية مهمة الحين الناس صايرة ما هي عارفة إذا كانت شاهد على حدث ما سواء كان تعنيف أو شخص مخالف لقانون ما أنا شنو دوري؟ شنو أبلغ؟ ليه الحق أني أبلغ على أي شيء أنا أشوفه؟ نعم أو أي تجاوز؟ نعم الآن الأصل في قانون الجزاء الكويتي كل من شاهد جريمة معينة وامتنع عن تبليغ أو امتنع عن أداء الفعل نفسه بأن أنا أتصرف أبلغ الداخلية أبلغ السلطات المعنية أبلغ الإسعاف إذا امتنع هذا الشخص فيه عقوبة عليه معناته هذا تصرفه سلبي فيه قانون الجزاء الكويتي وخير ما فعله في حال التبليغ عن الجرائم خصوصا الجرائم المشهودة مثال ذلك أحد الجرائم أو أحد القضايا كانوا مجموعة من الشباب قاعدين مع بعض فيه أحد الأشخاص وعنف زميلة أو صديقة كان معاهم أثنين الأثنين ذلك كانوا مشاهدين اعتبر المشرع نظرهم لهذه الجريمة بدون التبليغ لأنه وصلت ليه الشروع بالقتل بدون تبليغ كأنه اشتراك في الجريمة لأنه أنت موجود هنا قاعد وتشوف جريمة مشهودة في مكان مغلق بينكم وهذه الجريمة فيها شروع في قتل قد تؤدي بحياة فرد أو شخص إذن أنت متهم أيضا في هذه الجريمة لعدم تبليغك السلطات المعنية بهذه الجريمة اليوم نحن في حالات طارئة أيضا يعني حالات تستدعي أيضا التبليغ عن هذه الجرائم خير ما فعل المشرع بأن وضع نص القانون ونص المادة هذه اللي جرم كل من امتنع عن التبليغ في جريمة نعم استاذة يمكن بعض الناس الحين عليهم حجر منزلي لكن يخالف الحجر ويطلع قبل خلص فترة الحجر ويكسر الحجر هذا ويعني ولا هامة فأنا إذا شفتها اليوم بالشارع مثلا وادرنا عليه حجر أبلغانه المفروض الآن يمكن إحنا شاهدنا بعض الحالات إن الجيران مثلا قالوا فلان ياي من بره وعليه حجر منزلي شونقا يطلع ويروح السوق ويروح الجمعية يروح مدروين ويخالط الناس لأن العدوى تنتقل بالمخالطة فشنو ذنب هذه الناس المساكين اللي أصلا ما كانوا مسافرين وقاعدين محافظين عن نفسهم وأيضا قاعدين في بيوتهم ولكن استدعب فرضية الأمر من أن يروح الجمعية يبحاجات أولاده يبحاجات البيت فانتقلت العدوى فلابد من التبليغ لأن عدم التبليغ أيضا تصرف سلبي فلابد أنا أبلغ السلطات المعنية وزارة الداخلية وزارة الصحة بأن مثلا جيراني عليهم حجر منزلي نحط في بالنا أنهم لما يوم من بره وقعوا إقرارات تعهدات وإقرارات الإقرارات هذه الناس اللي تقراها عدل فيها نصوص مواد قانونية تقول لك إذا أنت ما نفذت هذه أو هذا الحجر المنزلي أنت تعاقب بالحجر الإلزامي وقد تصل العقوبة للحبس ثلاث تشهر اللي هو المؤسسي عدل المؤسسي طبعا لماذا أن السلطة هنا تعبت خلاص أنا وثقت فيك وعطيتك حجر منزلي ثقة وأيضا ما يصر أنا أكلف الدولة أكثر وزيد عليها العب يعني أقعدوا في الحجر المنزلي أو ناس وأرحم في بيوتكم مرتاحين ماكلين شاربين الدولة ما قاعدت قصر وزارة الداخلية ما قصرت وزارة أيضا صحة البلدية الكويت ما قصرت متطوعين ما قصروا الله يزاهم خير الكل شاي لبلد وقايم ومسوي ومتطوع وحاط حتى وصلنا إلى مرحلة الجمعيات سوت هوم ديليفري صحيح يعني وين اليوم نلقى جمعية تسوي هوم ديليفري أنا شخصيا من خبرتي الله يزاهم خير جمعية سلوى وزعوا علينا كراتين معاقمات ودولنا لي بيوتنا قالوا لحد الجمعية صح بس سجلوا أساميكم أو برزوا الكرت العائلي وكرت المساهمين الله يزاهم خير خيلف الجمعية أيضا وصلنا إلى مرحلة قاعدتها بلي بيتنا إذن خلاص خلينا نقدر ونحترم قانون الدولة ونحترم قانون الصحة الوقائية قانون أيضا الطوارئ اللي خاص في الصحة الوقائية صحيح وهناك عقوبات مشددة نص المادة 15 من الصحة الوقائية شدت في العقوبة خلاها يعني ثلاث تشهر وفيها غرامة مالية 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين يعني فيها حبس اللي يستهين بهذا الأمر أنا أنوه أن العقوبة فيها حبس ومن منا يبين حبس خلونا معبوسين في بيوتنا صحيح ولا علينا عقوبة جزائية ولا تعتبر حبس في البيت أبدا أبدا وناس بالبيت بالعكس كل الناس تبين بالعكس انشغلوا في بيتكم رتبوا بيوتكم سووا أشياءكم بنفسكم اهتموا بعيالكم وعلى فكرة هذه فرصة أن الناس كلها تكون مع بعض الأزواج العيال أسرة كاملة مع بعض يمكن والهانين على بعض بسبب الأعمال والشغل فهذه فرصة الواحد ينتهزها هنا مشكلة عندنا سادة نيفين احنا مجتمعاتنا مو بس الخارجية حتى العربية وايد عندنا المجاملات الاجتماعية طاغية أكثر فالحين حتى الشخص لما يشوف شخص عزيز عليه سواء صديق له أحد من أهله يرانا متجاوز في موضوع الحجر المنزلي أو الحجر المنزلي ويقول فشلة زينا نخف باشرة بلغ يقولوا لأني أنا اللي مبلغ بالنسبة حق التبليغ يعني شلون هي آلية التبليغ هل أنا أتصل مثلا على الشرطة وأبلغ رح يأخذون بياناتي رح يأخذون مني مثلا واقعة أصور مثلا شفتها طالع من بيتهم شلون بحيث أحفظوا حقي وأيضا يكون عندي دليل نصجر أنا شفتها طالع ترى صحيح هو الأصل الأصل ما يجوز أن نحن نصور الأشخاص لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون لمنشرع أن أنا انتهكت خصوصية الناس ولكن صعب أنا أثبت أن فلان طلع إيش لا أنا أثبت يا أيب شهادة شهود وأقدم شهود يشهدون من بيتي يشهدون من جيراني بأن فلان توياي وفي تعهد وأكلم المغفر التابع لي أو وزارة الداخلية حطت أرقام قاصة طوارئ ووزارة الصحة أيضا شاكرة يعني كل شيء موجود متوافر في متناول يدينا فبالتالي اللي يصير أن نتصل ونقول ترى فلان طلع وأنا عندي أدلة كان رايح المكان الفلاني على فكرة يبين بالتحقيق وما تحقيق وقد يبرز شهودي بهم يشهدون بهذا الأمر وفي حالات واحد حصلت شذي أنا ما أنصح بالتصوير نظرا لعدم اختراق خصوصية الأفراد وهذا ما جاء بالقانون وجاء بالدستور ولكن اليوم نحن قاعد نمر بحالة طوارئ اليوم نحن قاعدين نمر في حالة أزمة كبيرة يعني الأمر ما للتصوير قد يبث شائعات نحن في غنع عنها صحيح ليش؟ لأن اليوم هم يصورون شخص يقول هارب من حجز منزلي هذا الشخص مصاب بالكورونا وفي النهاية يطلع هذا الموضوع مختلف بتاتين ولا لعلاقة هو هدف مثلا يبلغ تخريب للإصلاح تلقي الارتكاب جريمة جريمة أخرى في حقها لأنه يحال للنيابة العامة بث الشائعات أو التصوير بدون إذن جرائم إلكترونية أيضا فما لازم الإنسان يدش في عقوبات أكثر من الوضع اللي احنا فيه الحين وحالة استنفار نعم أستاذا لو نعكس السؤال مثلا ونقول بخصوص الشهود كيف يحمي القانون اليوم الشهود يجوز للشهود أن يشهدون في جريمة مشهودة وشافوها بالنظر لأننا اليوم في قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية الشهادة السمعية اليوم القانون والمشرع في القانون الجزائي حمى أيضا الشاهد بأنه هو الشاهد لابد في جرائم المشهودة أو يسمونها الجرائم الجزائية لابد أني سمعت أو شاهدت أي مو بس يعني مو بس سمعت شاهدت بأم عيني أن فلان ارتكب الواقع فلانية فلان عليه حجر منزلي وخرج من المنزل فهذه تعتبر يعني الشهادة لازم تكون بالنظر أنا شفت وعاينت ودققت وكذا فبالتالي أروح أشهد في هذه الجريمة هناك ما نسميه أيضا الشهادة الزور إذا تبين أن هذه الشهادة كذب وزور وبهتانا للإطاحة بشخص معين ولإذلاله وأيضا لممارسة يعني ضغط نفسي عليه أو ابتزاز فيجرم الشاهد بالعقوبة اللي كان لازم يأخذها الشخص نفسه اللي اشتكى عليه وبالنسبة حق اللي إذا أثبت بالقانون أن الشخص هذا كان عنده معلومات وكان عنده خبر أن الشخص هذا والله كسر أو يعني ما التزن في الحزر بالقواعد القانونية الخاصة بالضبط وهو قررنا ما يروح يبلغ لا هذا تصرف سلبي أيضا يعاقب عليه المشرح لأنه أصبح اليوم الزام على المجتمع بأسره التبليغ الكورونا مسألة خاصة بالأمن الوقائي أمن المجتمع يعني يمكن تلاحظون أنه اليوم حالات طواري وايد صارت عندنا أحكام اصدرت أيضا وايد قرارات ولوائح اصدرت من مجلس رئيس مجلس الوزراء والمفوض بهذا الأمر وكلفت وزارة الصحة ووزارة الداخلية بمتابعة هذه الأمور المدارس تأجلت هذا سؤال أيضا كنت أسألت عنها لو هو في الأمس يعني صدر قرار عن قانون حضر التفرض حضر التجول الجزئي وهو غرامة أعتقد ثلاثة ألاف دينار وبالإضافة أول حبس ثلاث سنوات صحيح الآن اللي صاير يعني خير ما فعل المشرع لما نحط لي القوانين يسمونها قانون الدفاع المدني رقم واحد وعشرين لسنة تسعة وسبعين شوف من متى لكويت حطنا هذه القوانين حتى الصحة الوقائية من سنة تسعة وستين قانون رقم ثمانية لسنة تسعة وستين الصحة الوقائية تخيل باي سنة وإحنا اليوم احتجنا النصوص هذه كانت بالأرفف اليوم طلعناها واستخدمناها في الحالة اللي احنا فيها بالكورونا فبالتالي المشرع من آنذاك من أيام الأمراض اللي صارت يمكن في سنة الطاعون يسمونها بالكويت سنة الطاعون صارت أزمة كبيرة في العالم وصلت أيضا بالكويت فتخيل أن المشرع كان يفكر في هذه الأمور وخير ما فعل المشرع الكويتي اليوم احنا احتجنا المادة هذه أو القانون هذا الخاص بالدفاع المدني رقم واحد وعشرين لسنة تسعة وسبعين فإينا طبقنا الحج اللي هو يسمونه من الساعة الخامسة مساء أو عصرا حتى الساعة الرابعة فجرا اليوم ناس خالفوا هذا واطلعوا بالوقت عقوبتها واضحة وصريحة بنص المادة ثلاث سنوات ثلاث سنوات وأيضا غرامة مالية عشرة آلاف دينار مو وحدة منهم لا سلطة تقديرية أيهم يقدم المحكمة لا اثنينهم أو إحدى هاتين العقوبتين العقوبة شايدة اليوم لا قوية لا علشان الناس تعرف مع بالها منع تجول جزئي ما هو شي هي قاعدين إحنا اليوم يعني إحنا الحكومة ما قصرت خلتنا نروح وكذا ويمكن إحنا تجاوزنا شوي فيه ناس وايد تجاوزوا لا بد أن نحن اليوم وفي مناطق معينة على فكرة في مناطق معينة البلدية ما قصرت يعني راحت مرة ثانية كشفت بعد ما غلقت القهاوي والأماكن والله شاكرين بلدية الكويت على هذا المجهود القديم وزارة التجارة أيضا وزارة التجارة لها دور فعال في هذه الأمور غلقت كل هذا وكانت عين سهيرة علشان بس المواطنين والمقيمين يكونون بأمان والصحة الوقائية حفاظا على الصحة العامة وهذا يعني دور على راسنا مثل ما يقولون ومحل الاعتبار وزارة الصحة وزارة التجارة وزارة الداخلية بلدية الكويت اكشفت مرة ثانية واكتشفت أن هناك أيضا تجاوزات بالمخالطة لأن المرض هذا قد ينتقل بالمخالطة مع الأسف الشريع صحيح سيدنا لا بدنا نختم معك لأننا نبي نبيها التوعية القانونية تصير لكن أنا ودي تواجهين بس رسالة لأن اليوم سيكون أول يوم للحظر التجوّر الجزئي فأنا بنأكد وأنت أهل اختصاص كثير فعلا ضروري للتزام من الكبير قبل صغير وأن الكويت حين أمانة في دناء لأن الحكومة سوّت اللي عليها وما قصرت أكيد لأننا بيدنا نوصل لبر الأمان إن شاء الله الكويت ما عليها شر ولا نزيد الأمر سوء أنا أقول الآن أنا أنصح الجميع يعني بالبقاء في منازلكم حسب ما تفضل معالي وزير الصحة ونبهنا نبهنا كثيرا نبهنا بالالتزام والبقاء في منازلنا وعدم الخروج إلا للضرورة ويكون شخص واحد هو اللي يطلع لي تلبية حاجات الأسرة والمنزل وحاول وايد إنه هو يحاول يجعل الناس تستوعب مدى خطورة هذا المرض ويمكن شفنا دول كثيرة لم تتمكن من السيطرة على هذا الوباء وصار عندهم نسبة وفيات عالية الآلام اليوم الدولة وحكومة دولة الكويت شاكرة ووزير الصحة ووزير الداخلية البلدية وزارة التجارة قاعدة تحمي جميع المواطنين والمقيمين بذلك شنو قالت مدام إنكم ما تسمعون الكلام والوضع وصل لهذه المرحلة إذن أنا اليوم أستخدم وطلع من الرف قانون الدفاع المدني رقم واحد وعشرين لسنة تسعة وسبعين الخاص بمنع التجول ذكري العقوبة مرة ثانية أذكر العقوبة ثلاث سنوات وعشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين عشرة آلاف دينار وثلاث سنوات وثلاث سنوات وثلاث سنوات عقوبتك والعقوبة واجبة النفاذ قد تكون يعني خلص نافذة والكل ينتبه ليس مسألة سهلة واستهتار ورعونة أنا أخاطب كل المواطنين أخاطب كل المقيمين الله يزاهم ألف خير وأنا أدري وأقدر أن أهمى ما راح يتجاوزون الموضوع هذا ورح يحترمون القانون على أرض الإنسانية والأرض الطيبة ومرة ثانية أقول الوزير قال أستحلفكم بالله قعدوا في بيوتكم هذه رسالة الكل لازم يفهمها نحن نفهمها كقانونيين وأنتم كإعلاميين الله يزاكم خير على هذه البرامج اللي قاعدت بثونا للناس حتى تسمع الناس من المصادر الموثوقة اللي تبث من حضراتكم نحن نكون لكم كل تقدير واحترام وأنتم السلطة الرابعة دائماً في الدولة فبالتالي الناس ما راح تسمع للشائعات راح تسمع لكم أنت وما راح تسمع للسوشال ميديا والبث اللي قاعد يطلع لأغراض زعزعة الأمن العام والأمن القومي بل تسمع منكم أنتم فأنتم اليوم دوركم فعال وأنتم يعني أصحاب أهمية عظمى شكراً بزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج والكلام اللي قاعد تقولونه توعية لعامة الناس نعم التوعية أكيد بالقوانين وهي جزء أساسي من وجود المحامين اليوم معنا لكي يواجعون الناس وينبهونهم على خطورة مخالفة القوانين والحرص على التزامهم بتطبيق هذه النظمة نعم ونحن كلنا ييد واحدة بنهاية أستاذ نوفيني يعني كل من يحب هذه الأرصاء كان مواطن ولا مقيم عليه أن يتبع القوانين والإرشادات لأن سلامة الفرد من سلامة المجتمع كله فما أعتقد الأنانية الوقتها أن أنت ممكن تهدم بلد كامل عشان مشوار ما لا داعي لأن كل شيء متوفر عندك وتوقع كان فيه فترة كافية أن كل واحد يلبع احتياجاتها صحيح كل الشكلة المهامين نبي معرفة على وجود معانا ترل لنا فداء لهذا الوقتن فعلا عطى النواري والله الكويتين والمقيمين المقيمين ما شاء الله بعد سباقين قبلنا صحيح يقول حنا على رأسنا الأحكام التي تطلع القرارات التي تطلع نحن مستعدين ننفذها ومشاء الله يعني كل شيء واضح الحين وإن شاء الله يكون فيه وعي أكثر شبنا الالتزام من العديدين والكثير من الناس سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وإذا كانت فيه فئة لحد الحين فيها شوية تقول تجاوزات نتمنى الحين أن نحزم شوية وندوس على نفتنا شوية كلها فترة وتعدي بيدنا هل فترة طول ولا تكسر فأتوقع فعلا ما كم مؤسسة في البلد ولا حكومة ما سوى تلي عليها والباجي في يدنا والله يحفظ إن شاء الله أهل الكويت وكل من يقيم على هذه الأرض ونعدي هذا الشر إن شاء الله قريب بإذن الله وبشديد هذا وصلنا مع مشاهدينا إلى آخر فقراتنا لليوم نشوفكم باتشر في فقرات ومواضيع جديدة مع تمنياتنا لكم بوافر الصحة والعافية على أمل أن تزول هذه الغمة قريبا ونشدد طبعا أكيد على ضرورة البقاء بالمنزل عشان سلامتكم وعشان سلامة هذا المجتمع أراكم على خير مع السلامة السلام